هذا المريض يكون معضي عن طريق الأكل والشرب وبالتالي ننصح بغسيل الأيدي باستمرار وخصوصا بعد الخروج من الحمام ننصح بأن الناس أي طعام يجب أن نغسله جيدا ونبتعد تماما عن الأكلات التي نسميها أكلات مجبوهة مثل بعض المحار بعض المحار ينقل الأمراض مثل الفيروس الكابتي لأن بعض الناس تفتح المحارة وتأكل ما فيها بدون سوى على النار وتعتبرها أكلانية هذا خطير أيضا أكل الخضروات والفواكه يجب أن نغسله جيدا لأن طبعا ممكن ينتقل الميكروب عن طريق الخضروات والفواكه الغير مغسولة ترجمة نانسي قنقر